الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي وتدليل أي تعقبات لزيادة هذا الدور الرئيس السيسي يوجه بتحمل مصر للتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة أمين عام النيتو يؤكد عقب لقائه الرئيس الأمريكي أن الحلف مازال قويا وموحدا أمام التحديات السابع صباحا الخامسة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي وتدليل أي تعقبات لزيادة هذا الدور وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية وجه الرئيس باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعادلات الدولية كما وجه بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إلكترونيا وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء والدكتورة مايا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة وجه الرئيس السيسي بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة كما وجه الرئيس السيسي بالاستعداد الجيد لاستضافة نصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الخامس وحتى الثامن من يوليو المقبل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية عرض السيد وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي بما فيها مشروع النافذة الواحدة وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من إبريل الماضي والذان ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري فضلا عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية خاصة من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكانة وتطوير العملية الجمركية وذلك وفق الجدول الزمني المخطط كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية والتي تشهد حاليا نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة كما تم عرض جهود ميكانة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها وجاري أيضا استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية كما تم أيضا استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نموا بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018 فضلا عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018 وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي وفي ذات الصياق تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإلكترونية بي تو سي وبرنامج تحفيز المواطنين وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبية إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين ألفي مأمور ضرائب فحص وحصر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إلكترونيا مع تفعيل النظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة كما وجه سيادته بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإلكترونية حيث تخطط المتحصلات للخدمات الحكومية حوالي 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك حيث وجه السيد الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالية والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية حيث وجه السيد الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة وتم أيضاً عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع حيث إنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول العشرين من يونيو الجاري حوالي خمسة وعشرين في المئة عن العام الماضي وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنصيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنسانية تجاه المواطنين بالمقام الأول كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة فضلا عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع العمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وقد استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود استضافة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من يوليو المقبل والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين وقد وجه السيد الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر الذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة وتتويجا لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر حيث تمثل إطارا شاملا لتعزيز وتحسين وضع المرأة مع الأخذ في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها فضلا عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة وصولا إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو من عام 2020 كما أوضحت السيدة رئيس المجلس القومي للمرأة أن منظمة تنمية المرأة تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة وتصحيح الخطاب الديني ومكافحة التطرف بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم وقد وجه السيد الرئيس بتحمل مصر لتزديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام كما وجه سيادته بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة ووجه السيد الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة منظمة تنمية المرأة بالمنظمات الدولية خاصةً في إطار الأمم المتحدة وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة وتمهيداً لإعادة الإعمار يأتي ذلك في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع كل الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية وللشعب المصري وللرئيس المصري على المجهودات الجبارة اللي بقدموها لخدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه في المأساة اللي احنا مرئنا فيها العمارة هذه عبارة عن عمارة سكنية بتتكون من 45 واحدة سكنية كل الموجودين فيها سكان مدنيين وضعوا كل ثمرت حياتهم وتعبهم لتكوين وتأسيس بيت يأويهم هم وأسرهم ولكن للأسف الاحتلال لإسرائيل الغاشم خلال أربع ثواني حطم أمال كل هذه الأسر من الأباء والأمهات والأطفال وحطم معها كل ذكرياتهم قبل متيق المعدات كنت باتفهمنا وياهم أنا رئيس مجلس إدارة العمارة وتفهمنا على الألية اللي حيتم فيها التعامل مع البناء للمحافظة على ما ممكن أن يكون موجود من ممتلكات الناس من أوراق مستنداتها لأنه تم تحزيرنا ثلاث دقائق فقط للخروج من العمارة فما استطاع أحد أنه ياخد أي شيء وكانوا فيه منتهى التعاون المهندسين والإخوان وكذا ويمكن زي ما شفت حضرتك أنه حتى لما بيظهر أي شيء من منتلكات الناس ثورا بيجا في العمل يعطوهم الفرصة الكافية على أنه يزلوها انطلقت فعليات التدريب المشترك طويق اثنين الذي تجرا فعلياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطانة عمان فضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب يأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة التي مألي القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ولتعزيز أوجه التعاون العسكري وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه منطقات الشرق الأوسط أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقريرا تضمن نتائج التقييم الذي قام به خبراء من مجموعة العمل الدولية في الشرق الأوسط والشمال أفريقيا أكد التقييم الدولي أن بصرة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال معالجة الأطر التشرعية والرقابية وزيادة فعالية جميع الجهات والمؤسسات المعنية كما تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تتميز بالمرونة وفقا للمستجدات الدولية وأشدت عملية التقييم بالتعاون الذي تقوم به مصر مع 38 دول عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب الأمر الذي أصفر عن القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب وأحمل تقييم مجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط والشمال الأفريقية العديد من الإشارات حول الجهود المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نستعرضها في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض السودان للملء الأحاضي الجانب لصد نهضة دون توصل لاتفاق قانوني ملزم وخلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لصد النهضة أشار حمدوك إلى التهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحاضي لصد النهضة على تشغيل سد الروسيرس وعلى مشروعات الريء ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق ترجمة نانسي قنقر وأوضح الدكتور خليد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للاعلام والتوعية أنه تم تسجيل خروج ستمائة وسبعة وسبعين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مائتين وسبعة وتسعين ألفا ومائتين وإحدى وتمانين حالة وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تسجل في مصر بفيروس كورونا هو مائتين وثمانية وستون ألفا وسبعمائة واربع وخمسون حالة من ضمهم خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعون وتسعون حالة وفاة قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدانون أن التفاوض الصارغ في الحصول على لقاحات كورونا أدى إلى ظهور جائحة ذات مصارين تنعم خلالها الدول الغربية بالحماية بينما تضل الدول الفقيرة عرض لأخطرها وخلال مؤتمر صحفي بجنيف جدد أدانون دعوته إلى التبرع باللقاحات إلى الدول ذات الدخل المتخفض وصفت الصين الاتهامات المواجهة إليها بشأن منشأ فيروس كورونا بأنها أكاذيب غرضها لابتزاز والتشيير وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن التحقيقات في منشأ فيروس كورونا يجب أن تكون بشكل مشترك بين العلماء بعيدا عن القضايا السياسية وأن أي استنتاج يجب أن يكون متوافقا مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأسليب العلمية كانت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية أكدت أن تقرير مختبر فرمور الوطني التابع للحكومة الأمريكية وصل إلى استنتاج يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من معمل صيني في ووهن قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هي الطريقة الأكثر فعلية لإدارة الاختلافات مع موسكو وأضاف سوليفان خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع مع بوتين ليس مكفأ له وإنما الحل الذي لا بديل له للدفاع عن المصالح الأمريكية وتوضيح موقف واشنطن من مختلف القضايا الخلافية قال أمين عام حلف الناتو ينسي سولتنبرغ عقب لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحلف مازال قويا وموحدا أمام التحديات المشتركة وأشار في مؤتمر صحفي إلى أنه ناقش مع بايدن أجندة أعمال اجتماعات حلف الناتو المقرر إجراؤها في بروكسل الأسبوع المقبل وتتضمن صب المواجهة الهجمات السيبرانية وما وصفه بالتهديدات الروسية أنا أتطلع للترحيب بالرئيس بايدن في بروكسل وأتطلع لوجوده هو وللقادة الآخرين بالقمة ناقشنا أيضا روسيا واتفقنا على مقاربتين فعالتين الرئيس بايدن سيقابل كل قادة الناتو وأنا أرحب بتمديد اتفاقية نيوستارك وحلفاء الناتو هم في طليعة الحد من الأسلحة النووية وناقشنا أهمية الحد من الأسلحة والحديث مع روسيا الحوار مع روسيا ليس علامة ضعف نحن قوياء ومتحدون ويمكن أن نتحدث مع روسيا من أجل علاقات أفضل قال وزير الخارجية الأمريكي أنسوني بلينكين إن الولايات المتحدة ما زالت لا تعلم إن كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 وحذر بلينكين من أن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطرية كافية صنع السلاح النووي وأحد واحد ستتقلس إلى أسابيع إذا وصلت انتهاكاتها للاتفاق تواصل السلطات الباكستانية تطهير موقع حدث تصدم قطارين أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وقامت الآلات والتقيلة بإزالة العربات المحطمة تمهيدا لإعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية ووقعت الكارثة يوم الاثنين في إقليم يستند الجنوبي عندما اصطدم قطار سريع بقطار آخر خرج عن مصاره وكان على متن القطارين حوالي 1100 راكب شددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على ضرورة إعادة الأمل لسكان دول أمريكا الوسطى المتعدرة للمساعدة في معالجة ملف زيادة الهجرة من المنطقة تصريحات هاريس جاءت خلال زيارتها إلى جواتيمالا واجتماعها مع الرئيس أليخاندرو جياماتي والتقوم هاريس التي ستزور المكسيك أيضا بأول رحلة لها إلى الخارج كنائبة للرئيس جو بايدن سعية إلى التعامل مع الأسباب الرئيسية للهجرة من المنطقة تصدر المحكمة الدولية في لهاي قرارها النهائي اليوم التلاثاء بشأن استئناف تقدم به القائد العسكري السابق لصرب البوسنة رالكو ملاديتش على إدانته بالإبادة في مجزرة سربرينيتسا عام 1995 وسيصدل بذلك الحكم السطار على قضية الرجل الملقب بسفاح البلقان الذي قضت محكمة لجرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة بسجنه مدى الحياة عام 2017 هذا وأدينا ملاديتش الذي قضى عقدا هاربا قبل إلقاء القبض عليه عام 2011 أدينا بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالمجمل خلال حرب البوسنة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال المئات ضمن عمليات أمنية لمكافحة الجريمة المنظمة بالتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن تحالفا من وكالات إنفاذ القانون في عشرة دول تمكن من الوصول إلى تطبيق إلكتروني تستخدم عصابات التهريب والمافيا في أستراليا ونيوزيلاندا مما سمح للشرطة أو سمح للشرطة بالاطلاع على رسائلهم المشفرة وتنفيذ هذه الاعتقالات شهدت الدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة التقافة حفل ختام الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وتحمل الدورة اسم فنان الخط العربي الكبير يوسف أحمد وشعار هذا العام علم بالقلم يعني اهتمام مهم جدا بس العاية هو موجود دايما في وزارة الثقافة وكان بيقدم في المعارض بس احنا يعني أسسنا عرف بأن الاستمرارية هذا النجاح الحقيقي لأن لما يبقى عندنا خططين مستوى عالمي الحقيقة مصر لنا بتحتفي بيهم ولازم نقدم كل الدعم اللي نقدر عليه فالنهار دا الحقيقة المعرض مميز جدا جدا بخططيننا العزماء النصريين وأيضا الخططين العرب والضيوف اللي شاركونة اللي حضروا واللي أيضا شاركونة وما قدروش يوصلها عندنا حقيقة عزماء عندنا أسادزة كبار نفتخر كلنا نفتخر وكلنا فخورين بأن كل تقريبا المعظم الخططين حتى اللي بيجوا من الدور العربية هم تلمزتهم أعلن الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية أن تفصيل الدورة الثامنة للمهرجان وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة فأعلن رئيس المهرجان أسماء الدول والفرق المشاركة في المهرجان وورش العمل التي تتخلله وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعلياته في الفترة من 11 إلى 17 يونيو الجاري طبعا رغم الظروف الاحترازية وكورونا وظروف صعبة جدا الحقيقة ولكن كان هناك إرادة قوية جدا من الحكومة وذات ثقافة الدكتورة إيناس الحقيقة عبدالدين عملت مجهود جبار لإعادة الأنشطة والمهرجانات لأن مهرجان الطبول الحقيقة تأجل السنة اللي فاتت بسبب برضو كورونا ولكن هي أثرت السنة دي أنها يتعامل أنها هي من أشد متحمسين لهذا المهرجانات والمهرجانات الأخرى الدورة دي رغم يعني ما فيش مثلا دول جاية من برة اللي لسه الطيران ما فتحش بشكل كامل ولكن العلاقات قطاع العلاقات السقفية الخارجية الأستاذ صبري سعيد وهو معاه الأستاذ أمير نبي الحقيقة عملوا مجهود في مسألة مراسلة الفرق الخاصة بالجاليات في السفرات المختلفة ونجحنا في استقطاب عدة دول الحمد لله هما معنا وفي نفس الوقت في دول لأول مرة تشارك على سبيل المثال وهي ضيف شرف المهرجان كولومبيا يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والبجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد فيما يلي بيانهم بدرجات الحرارة المتوقعة نهاية النشرة وهذه تذكرة بالعنوين الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي وتدليل أي تعقبات لزيادة هذا الدور الرئيس السيسي يوجه بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة أمين عام حلف النيتو يؤكد عقب لقائه الرئيس الأمريكي أن الحلف ما زال قويا وموحدا أمام التحديات شاهدين الكرام لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا جزيلا وإلى دقاءة شكرا جزيلا وإلى دقاءة